وبكده يبقى شننا النقطة البضعة سنة التسجيل وكله تمام وتقدر تسجل من غير اي نقطة بضعة الشاشة انهاء انهاء انهائي بكل سهولة ويسر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيب الغليين قبل اي حاجة خلان صلى الله عليه الصلاة والسلام ونزكر الله النهاردة بازن الله هنتعلم ازاي نشيل النقطة البيضة اللي بتزهر اسناء التسجيل بكل سهولة ويسر من غير اي مجهود ومن غير اي تطبيقات وافضل طريقة على الاطلاق فتابع الفيديو للاخر عشان تتعلم معنا الطريقة بالشكل الصحيح ان شاء الله الطريقة بسيطة وسهلة وهي دي النقطة البيضة اللي بتزهر اسناء التسجيل فيديو فدي مشكلة كبيرة طبعا يعني بتبين انك بتسجل وبتعمل شوشرة كده اسناء تسجيلك للفيديو فازاي نتخلص منها طبعا ديت احنا لو دوسنا على تسجيل الشاشة عندك هتزهر معك تلقائي اللي هي النقطة البيضة ديت فاحنا عايزين نتخلص من النقطة البيضة ديت نعمل ايه طيب كل اللي انت محتاجه وان انت تدخل على الضبط او الاعدادات عندك بعد الضبط او الاعدادات في حاجة اسمها خيارات المطور لو موجودة وزهرة عندك هتدخل عليها لو مش موجودة هقولك تعمل ايه هتخرج تاني وتخش حول الهاتف وتدور الحاجة اسمها ركم الاصدار وتضغط عليه بتاع تلات عشر مرات لحد ما يظهر يقولك انت اصبحت لان مطور البرنامج طبعا انا عشان ما فعلها فها مش مش هتظهر معي تمام بعدها بتخش لما بتلاقي خيارات المطور زهرة قدامك لما بتلاقي نظام او التحديثات تخش عليها تفتح خيارات المطور وبتنزل تحت تفضل تنزل تحت خالص لحد ما تلاقي حاجة اسمها عرض عدد النقرات دي بتقفل عرض عدد النقرات دي بتقفلها بعد كده بتطلع بتلاقي كل الامور تمام وما فيش اي نقطة بيضة معاك خالص والدنيا لزيزة وجميلة وتقدر تسجل كل الفيديوهات اللي انت عايزها بدون اي نقطة بيضة خالص بدون اي مشاكل والدنيا لزيزة معاك والدنيا جميلة لو لسه اول مرة تشوف فيديوهاتنا اه ما تنساش تعمل اشتراك في الكنيو وتفعل زر الجرس عشان وصل لك كل جديد وتسيب لنا رأيك في التعليقات لو الفيديو عجبك عشان رأيك يهمنا جدا وعمل عجاب بالفيديو وشرفني طبعا انك بتشوف محتوى بتتفرج عليه دلوقتي وانزل على القناة ويدخل عليها فيها عليها فيديوهات هتهمك جدا جدا كان معكم اخوكم محمد من قناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكل عام وانتم بخير